أحباء هذا الإصحاح في بشارة لوقى الإصحاح الثالث عشر يعتبر إصحاح محوري في غاية الأهمية في هذا الإصحاح يجيب على عدة أسئلة السؤال الأول اللي قرأناه هو بالحقيقة سؤال سياسي يتعلق بالعدالة ثم في نفس الإصحاح يتكلم عن سؤال شرعي يتعلق بالسب والسؤال الثالث في هذا الإصحاح هو سؤال لهوتي يتعلق بالخلاص وأخيرا في هذا الإصحاح سؤال شخصي يتعلق بالمخاطر يسوع المسيح أحبائي جاء في برنامج إلهي كما قال في إنجيل يحن الإصحاح الرابع والآية أربع وعشرين طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله يسوع المسيح كان عنده برنامج إلهي وغرض إلهي وأن الغرض من سر التجسد أي مجيء المسيح على الأرض بالجسد هو ليخلصنا من الخطيئة ليفتدينا من لعنة النموس وليسترد الصورة التي تشوهت من خطيئة آدم فجاء يسوع المسيح ومع هذا أحبائي كما نقرأ في الإنجيل المقدس أن يسوع المسيح لم يضغط أو لم يرضخ للضغوط السياسية ولا حتى الدينية ولا حتى التقليد أو التقاليد اللي كانت موجودة في تلك الأيام يسوع المسيح كان مركز على الغرض الأساسي الرئيسي ركز عنه على موضوع وعلى الغرض اللي جاء من أجله هو الخلاص الإنسان من الخطيئة من الدينونة وطبعا ليكون في علاقة في الحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح لم يكن يتكلم مجرد كلام ولكن يسوع برهن كلامه بحياته وبرهن كلامه أيضا بأعماله في عدة مرات وضعوا يسوع المسيح في محك أو في تجربة أو جربوا لكي يوقعوا بيسوع المسيح في فخ ولكي يستخرجوا منه ذنب أو إشكال معين حتى يتخلصوا من يسوع المسيح الكامل ولكن كيف للشخص الكامل كامل الكمال وجمال الكمال ومثال لكل كمال يقع في هذا الفخ فيسوع مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم يسوع المسيح هو الحكمة المتجسد يسوع المسيح كان يعلم ما يدور في قلوب وفي أذهان الناس فلم يرضخ لأي ضغوطات ولكنه كان يتكلم عن ملكوت الله الملكوت الجديد يسوع المسيح أحبائي لم يقع في فخ ما يسمى السياسي أن يأخذ موقفا سياسيا ولكن من خلال حياته ومن خلال أعماله وضح أنه بهمه النفس البشرية أكثر من الخداع أو الرياء أو الكبرية أو العنصرية التي كانت تنتشر في تلك الأيام أو نفس المشكلة الموجودة في هذه الأيام في أحد الأيام جاءوا يجربوا يسوع المسيح وقال وسألوا سؤال هل يجوز لنا أن ندفع جزية لقيصر؟ طبعا العصر الذهبي كان في أيام أغسطس قيصر وكمل بعده طيباريوس قيصر أنه أعطى نوع من الأوتونومي أعطى نوع من الحكم الذاتي في مقاطعات كثيرة ولسيما في آسيا الصغرى أو اليونان وبنفس الوقت كان في عندهم التسامح الديني رغم القساوي قساوة الرمان وعبودية الرمان لكن كان عندهم ما يسمى التسامح الديني وبالدليل أن اليهود كان يمارسوا العبادة في الهيكل في أور شليم ولما جاءوا ليسوع المسيح أرادوا أن يوقعوا بيسوع المسيح فأروه يعني دينار فسألوا هذا السؤال أي جوز؟ يعني هل فينا؟ لازم؟ هل يحق لنا أنه ندفع الضريبة اللي بيطالبها قيصر أفتر أول يعني قيصر هو شخص وثني وإحنا يهود متعصبين متدينين مع أن السؤال جاء من جماعة ما عندهم مش الإيمان الكامل عندهم الإيمان الليبرالي مش الإيمان القويم أو الصحيح ولكن يسوع المسيح قال أروني دينار فهذا يعني هذا الطلب من يسوع هو بحد ذاته السهم اخترق قلوب السامعين بما أنهم سألوا أي جوز من حملين الدينار فإذن هم موافقون على هذا الشيء أنه يحملوا دينار على صورة قيصر لو فعلاً بيعنوا هذا الكلام كان ممكن يكون من الجماعة الثانيين الجماعة الغيرين الجماعة الثورجية اللي بيرفضوا أن يكون أي شكل أي عملة أي صورة أي تمثال أي شيء اللي بيحمل صورة مثلاً قيصر أو الرومان وبالدليل أنه لما دخل بيلاطوس بيلاطوس حكم اليهودية من 26 إلى 36 ميلادي وغلط غلطة عمره لما دخل أرشاليم حامل النسر الروماني وكل الرموز الرومانية مما أثار ثورة ضده فما تعلم من هذا الدرس مثل ما رح نشوف بعد قليل فالمسيح قال فرجوني أعطوني أشوف الدنار فسألهم يعني ما هذه الصورة قالوا لقيصر فالجواب يعني طبيعي أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإذن المسيح فصل موضوع الدين عن الدولة بحيث أنه علاقة الإنسان الحقيقية هي في الرب وبالحقيقة أن تعليم العهد الجديد ولسيما في رسائل بولوس في الرومية 13 هو الاحترام والوقار والصلاة والخضوع للسيادات والرئاسات حتى اللي منهم ظالمين طلب مننا أن نصلي حتى نعيش حياة هادئة حياة فيها سلام حياة فيها هدوء حياة فيها وقار فلم يقع يسوع المسيح في هذا الفخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر